برنامج مفيد السلام عليكم فيديو جيد اليوم سنتكلم عن برنامج مفيد هو موجود في نظام ابل الجديد لكن بعض الاجهزة مثل ايفون 5 اس او اللي قبله ما فيهم دنميز اللي هي معرفة حالة الباتري عندك لو نخش مثلا الاعدادات وننزل تحت الباتري نشوف هنا الباتري هيل لو نخش عليها راح نشوف قوة الباتري عندك طبعا انا مردل تقول لك اذا نزلت قوة الباتري عندك تحت الثمانين فجهاز ما رح يشتغل عندك في الكفاءة العالية رح يكون بطيف فلازم تغيير الباتري هاد الميزة ابل حطت من السن لراحة تقريبا في الاس 11 وبعض الاجهزة من الوقتكم الغديمة ما تدعم دي الميزة ففي برنامج نازل فابل ستور اسمه باتري تيستنج طبعا حتى النسبة طالة عندك في العدادات هنا توقع ما يمنع انك تنزل برنامج ونزل وتشيك بالطرف الثاني مثل ما ابل حط نسبة الباتري تقدر تجرب البارمج و تشوف هل توافق نسبة الباتري اللى محطتها ابل ولا لا فخلونا نبدأ معاكم الجوارات اللى عندي حين موجود 7 بلس 6 بلس SE 10S راح رتبهم على نسبة الباتري اللى موجود نتوقع ال SE راح تاخد اول واحد محطوط مثل ما تشوفون 100% فنخليه علي صار الائفون 10S 95 94 6 بلس 7 بلس 89 كده راح يكون بالترتيب اقل نسبة الباتريا الاعلى نسبة الباتريا راح نعدل بلس لضايا شوي طيب نروح البرنامج حين نفتح البرنامج اول ما تفتح برنامج راح يعلمي يقول لك ان ال تيستينج راح ياخد من 30 ل 180 س خذ عندي في الايفون SE اكثر من 3 دقائق فا فا اختفى على الكلام ديلي نضغض كلوز طبعا يقول لك لا تطلع من البرنامج خلك اللى برنامج كده الى ان يخلص نخش هنا testing نضرب testing او نقاتب من ثلاثة الى سبع دقائق نضغط طيب بدأ احين كلهم يفعلوا testing راح يجيك احيانا اعلانات في الوجه cancelها و اهم شي من الوقت لا تطلع من البرامج خلال البرامج كده اذا ما تشوف نطلع من العلان سنقوم بإنهاء سنقوم بإنهاء سنرى انهاء نخلص الى iphone 10s و 7 plus هنا نضغط او هنا نضغط نضغط على النقاط سنقوم بإنهاء normal ممتاز من 400 الى 700 ممتاز هنا من 400 الى 700 ممتاز فعطاني 600 و شوي كل مرة تقوم بإنهاء مع التاريخ كاتبها لك نضغط device يعطيك معلومات الجوال مثل الانترنت والجنرال معلومات الجهاز اسم الجهاز ورزل وشل حق الشاشة طبعا ننتظر هذا يخلص سنقوم بإنهاء برضو هنا هنا معلومات الجهاز يكون عندك هنا هنا الهيسة من 400 الى 700 ممتازة وبكده تعرف ان البطارية حقتك لا يوجد أي شيء طبيعية وهنا يعطيكها بعدين التوكينج لو بتكلم كمية تأخذ بالساعة أو تشاهد الفضيات فكم ساعة تأخذ معك البطارية في الاستخدام وبس هذا البرنامج طبعا البرنامج مجانا فالي يريد حملة ملابستور رابط البرنامج يكون معك تحت ومثل ما قلتكم اذا كانت البطارية تحت تقريبا الـ 80 راح يقول لك ان البطارية لازم تغيرها وبتشوف الجهاز يقل الأداء البطارية ولكن تغير البطارية تجعل أداء الجهاز طبيعي لماذا؟ لان اذا انزلت البطارية تحت الـ 80 او في الـ 70 تقريبا اذا انزلت معالجة بطارية قوية لان الجهاز يكون سرعة عالية والبطارية تكون ضعيفة فطبع بوصل البطارية عندك 30 أو عشان يطفي بالحالة المشكلة ستكون المعالجة بغدار من البطارية البطارية لا تستطيع توفر لذى المغدار لان البطارية يكون أداءها ضعيف فقبل حلت لك المشكلة لان تغلل أداء الجهاز لان لا يطفي عندك في الـ 30 أو 20 واذا كنت يترجع لأقصى قدرة عليك فقط ان تغير البطارية ويرجع معك تلقائي الجهاز على السرعة الطبيعية وبس هذا البرنامج هو هذا اللي احبيت اشارككم فيه ورابط البرنامج للموقتكم تحت في الوصف نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناء ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ودعمكم للغناء راح يشجعني وننزل بمقاطع زيادة واللي احبب اني اكمل السلسلة هذه ينشر المقطع ويساوي لايك واشترك بالغناء والسلام عليكم